سرية ذات السلاسل في جماد الآخرة من السنة الثامنة للهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك فقال عمر يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال وإنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل ومعه ثلاثمائة مقاتل خرج عمر بمن معه والهدف جمع لقبيلة قضاعة تجمعوا لغزو المدينة فباغتهم عمر وكبدهم خسائر فادحة ورجع إلى المدينة منتصرا ولم يقتل أو يجرح أحد من المسلمين في سرية ذات السلاسل ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما سرية أبي قتادة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في سرية والهدف حشد لقبيلة غطفان يريد غزو المدينة فاستطاع أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه أن يباغت حشد قبيلة غطفان ويقتلوا منهم ويسبوا منهم وفر بعضهم ترجمة نانسي قنقر